يذكر سبحانه الإنسان بالقارع وهي القيامة وسميت بذلك لأنها تقرع القلوب وتصيبها بالفزع والهلع ثم لتعظيم شأنها قال سبحانه ما القارع؟ سؤال عن حقيقتها لتفخيم أمرها وما أدراك ما القارع؟ هذا تعظيم لشأنها وأنك لن تدرك حقيقتها وأي شيء يعرفك بها وهي أكبر مما يمكن تصوره عندما تحل القارعة وتأتي القيامة عندها يخرج الناس من قبورهم في حالة ذهول لا يعرفون كيف يتوجهون فهم كالفراش المنشور والمبثوث في كل الاتجاهات فهم في حيرة لجهلهم بمصيرهم وما ينتظرهم وعندما تحل القارعة تتحول الجبال على صلابتها وضخامتها كالصوف المندوف الذي تفرقت أجزاؤه وتناثرت حتى تصبح كالهباء المنثور ثقل الموازين يراد بها الموزون يعني ترجح الحسنات أو يراد ترجيح الموازين نفسها حيث توضع الحسنات في كفة وسيئات في كفة فترجح كفة الميزان التي تحمل الحسنات وهذا هو المعنى العرفي ولكن الصحيح أن الموازين التي توزن بها الأعمال هي الحق والعدل وعلى ذلك تقاس الأمور فهو في عيشة راضية وعلى كل حال فمن رجحت حسناته فهو في عيشة يرضاها ويرضى بها وهي الجنة التي كان يسعى إليها وإسناد راضية إلى العيشة مبالغة في الإسناد وإلا فإن أصحابها هم في عيشة راضية إذا غلبت السيئات الحسنات فكانت الحسنات مرجوحة والسيئات هي الراجحة فهذا مصيره إلى النار يهوي بها ويسقط في دركاتها أمه هاوية أي مرجعه الذي يأوي إليه ويهوي في أحضانه هو النار وسميت النار أما له باعتبار أنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه وما أدراك ما هي هذا تعظيم لشأن الهاوية وأنه كيف تعرفها وهي محجوبة عنك ثم فسر الهاوية فقال نار حامية نار شديدة الحرارة ملتهبة لا يتصورها البشر ترجمة نانسي قنقر